مع هذا المرض الخطير والداء العضال والخلق الزميم الحسد هذا المرض الفتاك الذي يقتل صاحبه هذا المرض الذي يمكن بسببه بسبب هذا المرض يتكبر الإنسان بسبب هذا المرض يمكن الإنسان أن يمشي بين الناس بالنميمة بسبب هذا المرض يمكن الإنسان أن يقتل أخاه الإنسان بسبب الحسد بهذا المرض قد تخبث نفس صاحبه والعياذ بالله عشنا في المرة السابقة أيها الأحباب الكرام مع أنواع الحسد الحسد في الدين والحسد في الدنيا عشنا في المرة السابقة أحباب الكرام مع كيف شرح القرآن الكريم نفسية الحاسد وبيّن لنا الخلفية النفسية والعقلية الموجودة وراء هذا الحاسد من أنه خبيث النفس من أنه عنده حقد من أن قلبه مليء بالبغضاء والكراهية والعاذ بالله من أنه يعني عنده ضعف شديد جدا في الرضا بالإيمان بالقضاء والقدر ورأينا في الحلقة السابقة بعض المجالات التي يقع فيها الحسد زي العطاء زي المال زي الدنيا زي الدين وسألت سؤالا وأجيب عنه اليوم هل يمكن أن يقع الحسد على صلاح الإنسان إنسان صالح هل يمكن أن يقع الحسد عليه ده سؤال إنسان عابد هل يمكن أن يحسد على عبادته هل معقولة العاصي يحسد الطائع هل ممكن لأهل الكتاب أن يحسدوا المسلمين الحقيقة أن القرآن الكريم يجيب إجابة واضحة نعم نعم آه يعني تجد آيات كثيرة في القرآن الكريم وودوا لو تكفروا هذا حسد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارة حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق هذا حسد هذا حسد وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من الكريتين عظيم هذا حسد للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أيضا أأنزل عليه الذكر من بيننا لماذا اختص محمد بنزول الذكر فحسد الرسول صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى الدين وحسد المسلمين وإن يكاد الذين كفروا لا يزلكونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يزلكونك يعني يحسدونك يعني يحسدونك إذن يمكن أن يقع الحسد على العبادة فاحذروا أيها العبادة يمكن أن يقع الحسد بسبب الطاعة فاحذروا أيها الطائعون طيب القرآن الكريم وده اللي عايز عيش اليوم مع حضرتكم ضرب لنا نماذج واقعية في وقوع الحسد نماذج يعني نستطيع أن نقول نماذج من الحاسدين في القرآن الكريم نماذج أيها نماذج ولا حجيب يا أحبابي أن أكثر النماذج الواقعة التي ضربها لنا القرآن مثلا وقعت في بني إسرائيل وهذا إن دل على شيء يدل على أن أكثر أمة ضرب بها المثل في وقوع الحسد أمة حسودة حقودة لدودة اسم عسيدي النموذج الأول الذي ذكره القرآن نموذج حسد إبليس لسيدنا آدم ولبني آدم حسد إبليس آدم عليه السلام وحسد إبليس بنيه بني آدم حسدهم إبليس على المكان وعلى الرفع وعلى أن الله خلقه بيده وعلى أن الله أسجد له الملائكة وعلى أن الله نفخ فيه من روحه مباشرة وعلى أن الله رفعهم على سائر الخلائق حسدهم إبليس ولذلك تبين حسد إبليس في مواضع منها رفضوا إبليس للسجود فتكبر واستكبر وأبى ورفض وكان من الكافرين وإذ كنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى ورفض فهنا الكبر منعه والحسد منعه أن يسجد لبني آدم لسيدنا آدم وظهر أيضا حسده في أنه تعالى بمدة خلقه على مدة خلق الإنسان وإن كان مختان أصلا في كلامه لما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يعني أشار نفسها أنه خلق من نار وأن الإنسان خلق من طين فهو يرى أنه أفضل من الإنسان طبعا هو مخت هنا يعني حسده للإنسان جعله يعلم النفسه ويستكبر وضع أيضا يشرح لنا نفسية الحسد أن الحسد فيه كبر وفيه تعالي وفيه فخ وفيه ادعاءات كذبة هو ادعى أنه خير منه ومش خير منه ابن آدم ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البرج والبحر وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلة فضل الله الإنسان على سائر المخلوقات إذن هو مخطئ فأيضا الكرآن لا يضرب لنا المثل فحسب والنموذج فحسب بل يبين لنا الخلفية من وراء هذا الحسد الكبر من وراء الحسد الحسد يدفع الإنسان إلى الكبر والاستكبار والإباء ورفض أوامر الله والكفر والعاذ بالله شفت الحسد يعمل إيه لذلك كلته مرض خطير وداء عضال فتاك يقتل صاحبه وقد يضطر إلى أن يقتل غيره مرض خطير من الذي دفع الشيطان أن يرفض أمر الله الحسد من الذي دفع الشيطان أن يدعي الدعاءات كذبة أنه أفضل من الإنسان الحسد ولم يقف الحسد عند الشيطان عند هذا الحد بل حاول أن ينتقم من بني آدم وطلب من الله أنظرني إلى يوم يبعثون وقال لما أنظره الله صلى الله عليه وسلم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم سرطك المستقيم ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين لماذا تغويهم يا إبليس حسد حسدهم أنهم يعني الأصل عندهم أنهم من أهل الجنة والأصل أن الله رفع مكانهم وقيمتهم ومكانتهم ومنزلتهم إذن هذا نموذج ولذلك قال ابن القيم الحاسد فيه شبه من إبليس احفظوا هذه الجملة الحاسد فيه شبه من إبليس فيه كبر واستعلاء والدعاءات كذبة وباطلة وكره وحقد في قلبه لبني آدم